اشتركوا في القناة اد يتنافس اكتر من 57 الف مرشحين نصفهم من النساء والشباب على 350 مجلس بلدي ابرز المتنافسين في الانتخابات هما حركتين نهضة ونداء تونس اللتان تمكنت من تغطية جميع الدوائر في حين لم تتمكن اي من الاحزاب الاخرى من تغطية ربع الدوائر وللمرة الاولى في تاريخ تونس يجيز القانون الانتخابي الجديد لقوات الامن والجيش التصويت في الانتخابات البلدية لمركزية السلطة مكسب اخر تكرس هذه الانتخابات اد ستدار البلديات لاول مرة كمجالس مستقلة تسير بحرية وتتمتع بصلاحية واسعة وفقا لقانون الجماعة المحلية الجديد فهل ستنجح تونس من خلال هذه الانتخابات المحلية في ترسيخ الانتقال الديمقراطي ورسم ملامح المشهد السياسي قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2019 ترجمة نانسي قنقر